بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين بهدف أحمد سيد زيزو بيفوز نادي الزمالك على مصر للمقصة 1-0 في ختام لقاءات الأسبوع الثاني من الدوري العام المصري اللي يلحق بالنادي الأهلي وبيراميدز الثلاثة عشان يبقى الثلاثة الكبار في المقدمة وياخدوا العلامة الكاملة بحصد ست نقاط واضح ان الصراع هيبقى الموسم دوت طويل مرير صعب على الثلاث فرق من الأسبوع الأولى الفوز جه بشق الأنفس بشكل كبير 3 نقاط مهمين جدا كافلين ان هما يسعدوا جماهير نادي الزمالك يسعدوا لعبة نادي الزمالك يسعدوا الجهاز الفني للنادي الزمالك انما اللي مش هيسعد التلاتة هو الأداء لان الأداء لم يكن على المستوى المطلوب ليه الزمالك النهاردة مفزش فوز كبير عريض على مصر للمقصة ليه الفوز جه بهدف وحيد ليه الفوز جه بشق الأنفس دوت اللي احنا هنعرفه من خلال تحليلنا لهذا اللقاء لذلك دائما وأبدا بقولك اشترك في القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس علشان يجي لك للستوديو التحليلي مباشرة بعد اللقاء نادي زمالك النهاردة يعني اتلاقوا على المواقع السوشال ميديا دلوقتي بعض الجماهير مبسوطة بعض الجماهير مش مبسوطة من الأداء كانوا متوقعين ان الأداء يبقى أفضل من كده خاصة على مستوى الأداء الهجومي وده هنعرف سببه ايه ليه الفوز جه بنتيجة واحد صفر بس هنعرف ليه تم تغيير بدري قوي بخروج إمام عشور وفي الشرط الأولاني ونزول خالد بطيب مكانه هنعرف ليه ليه الجماهير نادي زمالك أو محبين عشور نادي زمالك قعدوا على عصابهم اخر عشور داقوا بساعة في اللقاء مصر المقصة ضغط بكل أوراق الهجومية كان ممكن يحرج نادي زمالك فيه الوقت دوت من اللقاء هنعرف برضو لكل دا مع بعض حالا السبب الأساسي جاي من قراءة مستر ميتشو للقاء ما قبل اللقاء وبالتالي الخطأ في رؤية دي بمعنى بمعنى النهاردة أنه هو أنا كمدير فني قبل أي لقاء بدرس الفرق اللي قدامي احتياجات من اللقاء معروفة أنا نازل في الدوري العام كل المباريات كل المباريات في الدوري العام لازم أكسب لازم أكسب فأنا باحث عن الفوز طيب باحث عن الفوز ولابد أنه هو يبقى فوز سريع يعني ما ينفعش أن أنا أأجل الفوز لأوقات حرجة من اللقاء بحيث أن أنا خش في نفق التعادل أجل أطور الهجوم أتلسع جوليوب أنا بدور على التعادل ما بدورش على المكسب وبالتالي الرؤية دي بتحتم علي وضع التشكيل المناسب النهاردة واضح أن مستر ميتشو ما زالت عنده بعض الأخطاء في قراءة ما قبل اللقاء أدي واحد اتنين وضع رؤيته للقاء وبالتالي الجزء التالت اللي هو وضع التشكيل وباع عواد في حراسة المرمى على هوش خلاف وباع يخطط ده بالكامل مع لهومش خلاف سواء النجاز أو عبدالغاني أو علاء أو جمعة لتنين الديفندر مع لهومش خلاف طريق حامد وفرجاني ساسي ودلوقتي الفروض مع لهوش خلاف اللي هو هيبقى مصطفى محمد كل اللي مع لهومش خلاف قاده بشكل جاي جدا طيب الخلاف على مين؟ الخلاف النهاردة عدم الوصول للسلاسي الأمثل الأنسب المتجانس اللي بيحقق لك فكرك اللي تحت الفرد النهاردة انت بتلعب بشكبالة وابتدت اللقاء بزيزو تحت مصطفى محمد في مكان مش مكانه وإمام عشور في الجنب الشمال يبقى إذن النهاردة دي عملت لك حالة عدم الانسجام في الجزء اللي قدام البطء الشديد في التحضير البطء الشديد في التحضير جاية نتيجة ان الرباعي اللي قدام ما بيتحركش التحركات الوعية المنسجمة في الجزء الهجومي بسرعة فبالتالي الناس اللي على التحضير سواء النجاز أو عبدالله جمعة من الجنبين أو طريق حامد أو فرجاني ساسي مش لقين قداما الارباع دول في المسافات بينية فاضية يقدروا يتحركوا فيها يبقى إذن النهاردة كتر التغيير والتعديل والتبديل في السلاسي اللي تحت الفرود مأثر عليك بشكل كبير جدا في حاجتين حاجة الاولانية الانسجام الحاجة التانية الوعي في التحرك والوعي في التحرك ده لما تعملت مرة واحدة من مصطفى محمد وصل زيزه من نص الملعب يجيب جول ده عشان فيه وعي في تحرك في موقف وحيد وحل فردي مضيق كان هو النقطة المضيقة الوحيدة في اللقاء اللي قدرت ان انت تاخد بيها تلاتة بونت يبقى إذن النهاردة لابد ان انت تستقرخ بشكل كبير الاول على التلاتة الانسب وبعد كده لو عاوز تدور تدور في واحد على يعني على أقصى تقدير واحد ومكان يبقى بمكان في المرحلة دي ماينفعش من شرق هلعبه تحت الفرود وبعد كده هنقله جناح شمال شكبالة اي مبضرين هو ويزيزه الشوت الاولاني ما قدروش ان هم يعلموا فبتعدل في الدقيقة سبعة وثلاثين الاعتماد الاساسي على العكسيات من طريق حامد خلاص الفرق قرأتها دلوقتي ده السبب التاني ان خلاص بنحضر اللعب في الجنب من اللجناب بتتنيل لطريق حامد عشان يعمل العكسية للجناح الشمال او لو من الجنب دوت يبقى من الجناح اليمين خلاص الفرق قرأت دي فاصبح النهارده الباك العكسي او الجناح العكسي ما بيضمش او بيبقى منتظر ومتوقع العكسية ديت من طريق حامد فبالتالي ما اصبحتش ذات تأثير وتأثير كبير شرح الهدف لما هاتين نيجي نتكلم عليه هنلاقي ان ان فرجان الساسي ابتدى ياخد مع بداية الشوت التاني الادوار الهجومية اللي كنا بنتكلم عليها السنة اللي فاتت مع مستر جرس فاصبحت ان انت بتشوف فرجان الساسي النهارده تحت المهاجمين التلاتة وبيردوا نص الملعب سريعا جنب طريق حامد الكلام ده تتعمل الشوت التاني على مدارة 15 دي ايه او 20 دي ايه وبعد كده رجعت الامور تاني الى نصابها الطبيعية التحرك ده عمل ايه خلق خلق اه مساحة في منطقة قلب الملعب جوة التواجد الهجومي اه اه المقاصة النهارده فلما الهجمة اتنقلت في المنطقة دي اللي انا بتكلم عليها دي قدر ان يستلمها اه احمد سيد زيزو من الموقف ده وشأ طريقه في اتجاه مصطفى محمد انا بدي لمصطفى محمد في الهدف ده 50% وزيزو 50% بص على مصطفى محمد والتحرك بتاعه هتلاقيه اتحرك تحرك غاية في الخطوة عمل بي حاجتين الحاجة الاولانية جرى معه اتنين جرى معه اتنين فبالتالي يفضل مين لزيزو المساحة راح شط بشماله في الزاوية الشمال 10 على 10 لو ما كانش راح معه الاتنين دول كان ممكن هيبقى موقف واحد كان ممكن زيزو يحطها له يوصل مصطفى ايه محمد يبقى التحرك بتاع مصطفى محمد ده لو الناس راح يتمعه يبقى فضل زيزو ما راح روش معاه يبقى هو فضي فبالتالي التحرك دوت انا بديله 50% من صناعة الهدف بعد الهدف شفنا بقى الرتم العالي الرتم العالي الرتم العالي اللي هو بمعنى ايه زي ما اتكلمنا كده في مطش النادي الاهلي امبرح رتم الاداء العالي يعني فيه سرعة في التفكير فيه سرعة في اتخاذ القرار فيه سرعة في التحرك فيه تحرك واعي فيه بيلعب اول تفكير يلعب اول تفكير ومهما ق schneller تلعب اول تفكير هتلعب اول تفكير لما هيبقى عندك خيارات متعددة جاية من الكلام اللي احنا بنتكلم عليه دوت اللي بيعمل سرعة فيها النما اللي شوفنانا النهاردة على مدار الـ 45 دي الناتزا ملك لا بط شديد فالتحضير جاي من نعم جاي من عكس كل الكلام اللي احنا اتكلمنا اه اللي احنا اتكلمنا اه فيه فرقة مصر المقصة لابد ان احنا نعرف ان هي فرقة جيدة جدا محترمة جدا ودهت من ضمن العوامل المهمة والمؤسرة جدا اللي اثرت على ان الشكل يطلع بالشكل ده فرقة محترمة فرقة كويسة فرقة تمتلك مجموعة من اللعيبة الكويسة والتقيلة وعندهم مدير فني انت لسه ملعبهم في الكاس من شهر ولا من شعره نص فبالتالي هو لسه ملعبك فعارف الاخطاء اللي وقع فيها ساعتها بيتداركها بشكل كبير احمد حسام مميد وحافظ فرقتك حافظ لعبتك جدا ومن ضمن الاخطاء دي البداية بمحمد ابراهيم ولا هاني سعيد هو عمل النهاردة ابتدى بهاني سعيد تالت نص ملعب علشان هو هيلعب جيم دفاعي كبير هيعطى لنزة مالك في نص الملعب بشكل كبير فماتش الكاس ابتدى بمحمد ابراهيم ابتدى بمحمد ابراهيم النهاردة اجل محمد ابراهيم الى ما بعد الهدف الايه الاولاني ابتدى يتطور من الجزء الهجومي بتاعه سواء بالتغيير الاولانية بتاعت ميدو جواب رفي الشرط الاولاني او التغييرتين الهجوميتين اللي هو راميه او بدفعه بكل الاوراق الهجومية بتاعته سواء محمد ابراهيم او صلاح امين علشان يكسف الضغط على فرقة نادزة مالك اخر عشر دقايق في مقابل او معاكس ان مستر ميتشو بتدى يقمن المباراة ويقمن النتيجة بنزول محمود عبدالعزيز تالت نص ملعب مكان واحد من التلاتة المهاجمين اللي هو ازيزه صاحب الهدف ومحمود عبدالعزيز نازل تالت نص ملعب علشان يبقى فيه حق التأمين يبقى فيه تلاتة في نص الملعب طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز اكبر دليل اكبر دليل على كلام اللي انا بتكلم فيه ده ان مشكلة نادزة مالك الاساسية النهاردة في التلاتة اللي تحت الفرد هي دي اللي عملت الهبوط في المستوى الاداء ان التلاتة غيرات بتوع نادزة مالك النهاردة هم التلاتة اللي تحت الفرد شكبالة اتغير امام عشور اتغير و احمد سيد زيزو اتغير ده اكبر دليل يقول ان الحمد لله رب العالمين رؤيتنا وتحليلنا الفني بيبقى صائب بنسبة 100% 1000 مليون مبروك نادزة مالك النهاردة الفرز بتلات نقاط غالية جدا ومهمة جدا في مشوار بطولة الدوري العام نادزة مالك جماهية وليها حق ان هي تفرح بشكل كامل وكبير الاداء متوسط ما نقدرش نديله علامة اكتر من كده لمازلت داعم ومازلت واثق في مستر ميتشو انه هيوصل التوليفة الامثل الانسب مش عاوزين نستعجل عليه لازم نقف وراه ولازم ندعمه بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي جاية لان نادزة مالك معزوة عنده كام كبير جدا من اللعبة الكويسة الجيدة ومش عاوز يقع في المشكلة بتاعت السنة اللي فاتت ان 11 بس او 12 بس او 13 بس هم اللي بلعبوا لابد من الاستفادة من كل الناس بس اعتقد انه هو بديها بدي شوية ان لم تكن ان لم تكن الله اعلم يعني عليه اي ضغوط من بقى على لقاء ريب بمشيئة الله تعالى انتظرونا واستنونا وزي ما قلنا كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس سلام عليكم